السلام عليكم دلوقتي ده يكون شكل البناء بعد شهرين من دلوقتي ده البناء من الأمام زي ما احنا شايفين كده دلوقتي وهو وده البع من الخلف شوفوا الحديقة ديت اللي انتوا شايفينها اللي انا صورت من يومين اللي هو اللي في الدور اللي تحت الأرض اللي هو الحديقة اللي معها الحديقة الكبيرة ديت يعني لو رجعته من يومين على قناتي على يوتيوب هتلاقوا الفيديو دلوقتي انا هصور الشقة اللي في الدور الأرضي يلا بينا نشوفها الشقة دي يا جماعة هتخلص بعد شهرين هتستلم على المفتاح زي ما انت شايفين كده في جيبس برد بالأنوار والكلام ده بس احنا اضطرينا نصورها دلوقتي لسبب واحد لان يعرفين هتتبع فقارة بوقت قبل ما تخلص شوفوا يا جماعة دي تعتبر في الدور الأرضي انتو تحطيكوا الدور اللي بتاع الحديقة وتخيلوا كده شوفوا المنظر الجميل ده يعني مثلا شوفوا الجر اللي جنبيكم اللي هتا في الدور الحديقة عمل ايه بالصور وكده كده الشقل معه برضو مع الحديقة نكمل بقى ادي دي تهي الغرفة الاولى هنا هو شوفوا كده برضو الشباك كبير وعملها بالجيبس برضو يعني ممكن تكون يا جماعة ادي الغرفة التانية اصورتين ودي هنا الحمام ده ده المطبخ بقى يا جماعة المطبخ اهو شايفين وزي ما نقولت ايه عشان الوقتي بيخلصوا في التشتبات وكل حاجة بصوا بصوا على الشارع شايفين دي الميزة بقى الميزة بتاع الدور الارض ولا بتطلع سلالم ولا اي حاجة هو بتنزل وسوبر ماركت هنا جنبيكم ويعمل الانوار وشغل كده ايه كويس نكمل مع بع دي بقى ايه الصالة بقى الكبيرة وزي ما نشايفين الميزة بتاعتها والشباك الكبير السلام عليكم يا جماعة بالنسبة للشقة دي في الدور الارضي بتبص على الحديقة وكمان الشقة دي تفين في منطقة السلطان ايور جنب بحطة الترمواي حوالي خمسمائة ستميت متر لما هتيجي هنروح مع بعض لمحطة الترمواي ونوريه قرب الترمواي للشقة الشقة في الدور الارضي ولما هتيجي هتبص على الشقة ولو دخلت قلبك وحسيت انها المكان المناسب اللي انت تسكن فيها بعد كده هنقعدك مع المالك وبعد كده انت والمالك بتكتليه بقى في السعر وفي كل حاجة ولو اتفقتوا نتوقل على الله وانا وشريكي هنكون معكم لغاية ما هتخلصوا اتطابوا بس وذيت زي ما قلتلكوا ميز الدور الارضي ولا تطلع على صنصرات ولا تطلع فوق ولا التلام له العمون با ايه اشوفكم رايب في اسطنبول واراكم قريبا شكرا جزيلا علي جمال اسطنبول تركيا مع السلامة بسم الله الرحمن الرحيم احب اقدم شكري جزيل للاستاذ علي واحب اشوفكم هذا الطابو اللي حصلت عليه خلال يومين نتمنى لهم التوفيق في عملهم الف شكر معك خالف الصعبي من المدينة المنورة علي جمال حقيقة يعني جميل جدا وجدت منثقة لا يبحث عن المادة يبحث عن اهم شيء يعني يوصل للناس يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل رجل يعني يهم مصلحة الشخص اللي فيه قبل لا يهم مصلحته في ما يبحث عنه والله يوفق بالحقيقة وانا انصح التعامل معه جدا علي راقي وانساني خاض الله ويبحث عن الأجوة يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان فالحقيقة يعني انا انصح بالتعامل معه لانه يبحث عن الجودة والدرجة الثانية يبحث عن السعر وهو له وضع يعني خاص هنا وانسأل الله اللي يبارك فيه وانصح بالتعامل معه جدا حقيقة يعني حتى لوهي جمال بسعاره شكرا والله يوفق بالحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم كنا مقررين أنا وزوجتي نشتري شقة في اسطنبول بعد البحث حصلنا على شقة في اسطنبول والحمد لله وشكر بجهود أستاذ علي وشريكة المحترم وطلعنا البارحة على الطابو خلال ثلاث ساعات صار الطابو باسم زوجتي أو باسم العائلة الكريمة والحمد لله وشكر مع متابعة أستاذ علي ما قصروا يانا وجهودها كلش طيبة وحلوة وشريكة المحترم وأنصح أي شخص يدي يشتري شقة في اسطنبول يتعامل مع أستاذ علي وشريكة المحترم يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنية صافية ومحترمين والحمد لله والشكور وأشكرهم جزيلا ألف مبروك ألف مبروك على الطابو والله بارك فيك أخوي علي أنا شكر ومقدم لك والله أنا مبسوط أني شفت الطابو باسمي يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا أخوي علي أعطيتك وكالة وحطيته الطابو باسمي وأنا مش موجود عندكم والله ما شفت يا أخ علي إلا الصدق والأمانة يعلم الله ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد يعني أنا ضروري جميع أقاربي وأصحابي أعطيهم خبر عنك يعني يشتروهم مرتاحين صدق وأمانة وإخلاص ما شفتها بأي شخص تاني ألف شكر يا أخوي علي شكرا شكرا جزيلا نحن نشكرهم كثير وقدرنا أن نطوب البيت بنفس اليوم يعني شي جميل جدا الحقيقة مثل ما تعرفوني أنتم يعني نحن غربة في هذا البلد بالجماعة وبفرن أنا صيثة ما حسيني بغربة ما حسيني بشي حسيني أنه أولادنا معنا في الشراء من البداية إلى النهاية المستخدمة يتجنب أعرف هواي شوقتنا الجديدة أنا بشكر إليك أستاذ علي وأنا بشكر لشريفك التركي وليم مساعدتكم أما تحياتنا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم فهد الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وتعاون أخ علي جمال اشترينا الشقة في السلطان أيوب والحمد لله كان سعر مناسب من أفضل لأسعار والأخ علي ما شاء الله عليه يعني بأمانته وصدقه في الأمانة صراحة الحمد لله اللي شفناه اللي لمسه منه كل خير صراحة أفضل من الناس اللي أنا أصحكم صراحة بالتعاون معه وعلى مسؤوليتي أنا إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين وأتمنكم كل الخير وألف شكر للأخ علي صراحة وشريكة اللي تعاونوا معنا صراحة وكانوا قمة التعاون وقمة الأمانة والصدق في التعاون يعطيكم مال فاقفة إن شاء الله شكرا بسم الله الرحمن الرحيم أنا أخوكم من عربي أبن من العراق الشقيق جئت إلى تركيا ما أعرف كل شيء وما أندل كل شيء من واحد الواحد أبو التكسيات واحد يوديني على واحد وواحد يوديني على فلاه فندق وشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال أخونا المصري جاءنا قبل الطيران من الصباح وجاء بنا فندق بسعر كويس ومناسب وخلف الله علي وما قصروا يا أنا وشالوا يا الجنة طاني وعائلتي أربع نفرات زين لما علي جمال أنا كانت تهت بتركيا المنقذ الوحيد لأخوان العرب في تركيا علي جمال واللي مال يديته اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود أخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخلي لكل عربي يجي التركيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أستاذ علي جمال في الشراء عقار في تركيا وأستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز الموقع المميز اللي كان في ياني كابي على البحر مباشرة وشقة جدا نظيفة والحمد الله وشكر الطابو سليم وقدرنا نكمل المعاملة ومتركني إلى أنتهى الطابو وأحب أنه أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا الطابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة يتواصلون مع أستاذ علي جمال وشكرا للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في اسطنبول فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في اسطنبول هذا الرجل الذي من الأمانة والإخلاص والأفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في اسطنبول من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب في منطقة السلطان أحمد وقرب من الجامعة الأزرق وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصيا وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسلم بها حاليا نصيحتي للجميع لمن لديه نير الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجاب الاتصال بالآخر علي جمال سلام عليكم سلام ماشي 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 فتيحة فتيحة ايبت لدفن السلام عليكم أولا أقول الحمد لله يا رب العالمين ربنا وفقني دلوقتي وفتحنا الشركة كويسة جدا ومع الشريك التركي اللي هو نفسي تفكيري نفس دماغي بالزبط شوفوا يا جماعة دلوقتي إحنا بنشتغل ازاي في العقارات أول حاجة رقم واحد بنشوف الشقة أو العقارة لو سعره كويس ولقطة نتوقع على الله بعد كده بنروح نشوفه ايه النقطة التانية مكانه هل مكان أمين مكان يصلح لعيلة مكان جنب المتر والمواصلات دي تاني نقطة تالت نقطة الطابو يعني ايه الطابو اللي هو سند الملكية بنشوف الطابو ايوه بنشوف الطابو صحيح أو مصصحيح لأنها أمانة مين حلقة الوصل من حلقة الوصل بينك وبين المالك احنا فدي أمانة كبيرة جدا احنا بنشوف الطابو سليم وكل حاجة جميل جدا والمالك سليم وكل حاجة كويس جدا فبعد كده بنقول للمالك شوف عايزين نوصل لك حاجة واحدة مهمة جدا بما إننا الحمد لله احنا خبرة في العقارات المشتريين الوقت بيعملوا ايه بيشوفوا الأسعار فانت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون أحسن من الشواء اللي حواليك شئتك هتتبعه بسرعة فبناء عليه بيدينا سعر نهائي وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو اللي أنا بصمم فيها اي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفه مباشرة وبعد ما ترقوا إن شاء الله بتعودوا مع المالك مباشرة من نوكو لي كويس؟ بناخد النسبة المعروفة عليها هنا في تركيا العادلة كويس؟ دي حاجة تاني حاجة عايز أقول لكم على حاجة مهمة جدا إنكم ما تقلقوش علشان إن شاء الله هنكون معاكم لغاية ما تستلموا طاب الشقة باسمكو لغاية ما تستلموا سند الملكية يعني طاب الشقة باسمكو إن شاء الله وإحنا هنكون في ظهركو وهنكون في كتفكو إن شاء الله واتطمنوا أتمنى إن شاء الله أشوفكو قريب في تركيا شكرا وبحبكو جدا علي جمال اسطنبول تركيا مع السلامة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر علي جمال اسطنبول تركيا مع السلامة ترجمة نانسي قنقر